بسم الله الرحمن الرحيم قوانين التبادل كبديل للجدول النتائج هي كانت جدولة صعبة وقاسعة إلى حد الماء ومضيعة للزمن إلى حد الماء كبديل من نسبة لها لهذه الجدولة أن نستخدم قوانين التبادل وهذه القوانين بتاعات التبادل هي الحقيقة سريعة وبسيطة وسهلة الاستخدام على أساس أن الناس تتعامل معها أفضل من من غير من الطرق وطريقة التبادل هي قوانين التبادل معروف أنه التبديلات هي كل الترتيبات الممكنة على أساس أنه تبكن من الخروج بهذه المجموعة من الأشياء هذا الخروج لمجموعة من الأشياء مع إهمال التكرار وغوانين التبادل وغوانين التبادل أنه نحن ممكن نخذها في مجموعة من القواعد القاعدة الأولى بتقول أنه والله يا أخي عدد التبديلات لعدد N من الأشياء المميزة هو ما نطلغ عليه أو نسميه مضروب N ومضروب N دي رياضيا أنه نحن بنعمل بهذه الصيقة باعتبار أنه مضروب N هذا الرمز يسمى مضروب N ومضروب N ده يساوي بيساوي N مضروبة جداريا في N-1 مضروبة في N-2 إلى 2 في 1 وهكذا فإنشان نفهم المضروب بتاعين دعونا نأخذ كمثال أننا نحن ثلاثة أحرف A B C هذه A B C نحن دعون نشوف عدد التبديلات الممكنة لهذه الحروف على أساس أنه نشكل منها مجموعة أو مجموعات مختلفة من الترتيب أو من أشكال الخروج فعلى أساس أنه أننا نحسب التبديلات الممكنة من هذه الحروف خلونا على أساس أنه نسهل العملية دي نتخيل أنه والله يا أخي عندنا مجموعة بتاع ثلاثة قرف فارغة هذه الثلاثة قرف الفارغة هو نفس العدد بتاعنا بتاع الحروف الثلاثة اللي نحن نرتبها اللي هي الأي والبي والسي أول ما نحن على أساس أنه نبدأ نرتب حنملة واحدة من هذه القرف بواحد من الحروف الثلاثة الموجودة عندنا A أو B أو C فعلى أساس أنه نملأ هذه القرف بواحد من هذه الحروف فبالتالي معنا نحن عندنا ثلاثة طرق لما لهذه القرف أو القرفة الأولى وبالتالي القرفة الأولى دي إما تكون مملوء B A أو مملوء B B أو مملوء B C فعلى حسب اختيارنا ده بيترتب عليه مل القرف الثانية فإذا كان كمثال شن مثلا الحرف الأول اللي هو A ملين به القرفة الأولى معناها القرفتين الآخرات الأخر هما مملوءات B B و C فإذا كان ملين الأولى B A فبقي الغرفة الثانية متوق لها حرفين إما تكون تشقل بالحرف B أو تشقل بالحرف C فبالتالي عندها طريقتين لملأة وإذا كان ملين القرفة الثانية B أو C فده بيخلي احتمالية واحدة لمل القرفة الآخرة اللي هو بالحرف المتبقي فإذا كان كمثال إحنا ملين القرفة الأولى B A فضلين الحرفين B و C فبالتالي القرفة الثانية إما نملاها بالحرف B أو نملاها بالحرف C فإذا ملينها بالحرف B فيبقى معناها فضل الاحتمال الأخير على أساس أنه نشقل بيه القرفة الثالثة اللي هو فضلين الحرف C فقط فيبقى الغرفة الثانية عندها واحد من احتمالين يعني ما تتملي B أو C وإذا كان ملد B معناها الغرفة الثالثة هي مملوقة B C أما إذا كان الغرفة الثانية فبالتالي التشكيل اللي يطلع علينا من الترتيب الأول هو A B C والتشكيل اللي يطلع علينا من الاختيار بتعمل الغرفة الثانية اللي هو هيكون A C B فإذا كان الغرفة الأولى برضو ملينها بالحرف B فبالتالي فضلينها واحد من خيارين لمن الغرفة الثانية اللي هي C أو A وإذا كان ملينها ب C معناها فتضلينا A اللي هيشغل القرفة الثالثة وإذا كان مليناها B A فتضلينا C اللي هيشغل القرفة الثالثة فبالتالي هم دير الخيارين بالنسبة للتبديل اللي نحن ممكن نطلع بهم من القرفة بالحرف B فبالتالي هيكون عندنا التبديلات الممكنة اللي هي B C A أو B A C وينطبق الحال في حالة أنه نحن ملينا القرفة الأولى بالحرف C فالغرفة الثانية فتضلينا إنه نحن نملاها B A أو B فإذا ملينا الغرفة الثانية بالحرف A معناه هذا يترتب عليه أنه نملا القرفة الثالثة بالحرف B وإذا كان مليناها بالحرف B ده يترتب عليه أنه نملا القرفة الأخيرة بالحرف A وبالتالي تبقى التبديلات الممكنة لملأ هذه القرف اللي ستكون عبارة عن CAB او CBA فنلقى ان والله يا اخي عدد التبديلات الممكنة كلها للترتيب بتاع او ملء هذه القرف بالتلاسة احرف نلقى ان التوتل بتاع او المجموع بتاعه هي عبارة عن ستة تبديلات ممكنة لا قير فاذا كان جينا وطبقنا في القانون مباشرة باعتبار ان والله يا اخي كنا القائد الاولى اللي هي ان عدد التبديلات الممكنة هي عبارة عن مضروب العدد N فالعدد N هنا هو يمسل لنا عدد الحروف المتاحة قدامنا والحروف المتاحة قدامنا اللي هي ثلاثة احرف A او B او C فبالتالي حيبقى الناتج بتاعنا بتاع التبديلات هو مضروب ثلاثة ومضروب ثلاثة زي ما قلنا الحزب المفقوق بتاعه اللي هو عبارة عن ثلاثة في اثنين في واحد وثلاثة في اثنين في واحد الناتج بتاعه ستة واللي هي دي ستة الاحتمالات الممكنة للتبديلات او ستة تبديلات الممكنة باستخدام هذه الحروف الثلاثة بالتأكيد الطريقة دي يمكن استخدامها لعدد اكبر من الحروف والاشياء المختلفة التانية سواء كانت متطابقة ومميزة زي ما ذكرنا في المحاضرة السابقة فكمذال اخر اذا كان عندنا عشر احرف دايرين وعندنا عشر قرف دايرين نشوف عدد التبديلات الممكنة لهذه العشر احرف فبالتالي اذا كان عندنا عشر احرف فهي بالتأكيد على حسب القاعدة بتاعت هذه التبديلات بالتالي بدل الرقم ثلاثة هنا للا انه كان عندي ثلاثة احرف حيكون عندي شنو حيكون عندي مضروب عشرة ومضروب عشرة هو عبارة عن شنو عبارة عن عشرة في تسعة في تمانية في سبعة في ستة الى في واحد فبالتالي الناتج النهائي لهذه الحالة اللي هو حيكون مضروب عشرة ومضروب عشرة ده اللي هو عبارة عن شنو عبارة عن ثلاثة مليون وستمية تمانية وعشرين الف وتمنمية دي عدد التبديلات الممكنة لإجراء مجموعة من التبديلات لعشرة أحرف في عشرة خانات ف بيختلف الأمر ده إذا كان أخذنا التبديلات دي واحد واحد بيختلف الأمر إذا كان أخذناها ثنائيات أو ثلاثيات أو قيرو أو إلى عدد خلونا نسميه آر من المرات بيختلف الأمر لإجراء بضعة التبديل لما يكون شنو لما ناخد هذه التبديلات ثنائيات أو ثلاثيات أو عدد آر في كل مرة فكمثال خلونا نقلت للمسال السابق ده زي ما هو فزي ما كان عندنا نحن والله يا أخي قبل شوية مجموعة بتاعة أحرف A B C الثلاثة أحرف دارين المرة دي ناخد اتنين اتنين فقط في كل مرة القبيل نحن كان بناخد حرف حرف يعني ما A أو B أو C في كل مرة لكن المرة دي دارين ناخد اتنين اتنين حرفين حرفين فبالتالي العدد بتاع التبديلات في هذه الحالة حيكون واحد من الثلاثة ديل وأو مرادفاتهم يا إما ناخد في الحالة الأولى A B أو ناخد A C أو B C فبالتالي إذا كان أخذنا A B برضو حناخد معاه شنو؟ حناخد المرادف له اللي هو B A وإذا كان أخذنا A C حناخد برضو C A وإذا كان أخذنا B C حناخد شنو برضو C B وبالتالي برضو حيكون عندنا العدد بتاع التبديلات هنا ده الناتج حيكون عبارة عن شنو؟ عبارة عن ستة تبديلات ومن الغاية الثانية ده نحن حنستنتج إنه عدد التبديلات لأن من الأشياء المميزة مأخوذ منها R أو R في كل مرة باعتبار إنه R ده شرطة شنو؟ شرطة إنها تكون أقل من أو تساوي لمن؟ للعدد الكلي بتاع الأشياء اللي نحن مأخذ المأخذ منها هذه ال R فبالتالي الاحتمالية الحقيقية للتبديلات الممكنة دي اللي هنأخذها بالمثال أو بالقاعدة دي باعتبار إنه عدد التبديلات الممكنة اللي هنحن رمس له ب N ب R واللي هو ده حيساوي مضروب N على مضروب N ناقص R مضروب N على مضروب N ناقص R N في المثال الثابق كانت عبارة عن 3 مضروب 3 اللي هو زي ما ذكرنا لقيناه عبارة عن 6 فبالتالي على مضروب N ناقص R R أنه إحنا قلنا نحن دارين ناخد في المثال الثابق إنه ناخد 2 2 فبالتالي بيقات N اللي هي بي 3 ناقص 2 اللي هي بي 1 وبالتالي حيكون مضروب 3 على مضروب 1 مضروب 3 اللي هو بي 6 ومضروب 1 اللي هو كان بي 1 فبالتالي 6 على 1 الناتج هو 6 واللي هو دب رجعنا للاحتمالات اللي ذكرناها قبل شوية أو التبديلات اللي ذكرناها قبل شوية إنها هي إما A B بالتالي المرادف له اللي هو B A وإذا كان أخذنا B C حيكون المرادف له C B وإذا كان أخذنا A C حيكون المرادف له C A وبالتالي دي الستة تبديلات الممكنة على حسب شنون على حسب القاعدة التالية في قاعدة أخرى اللي هي نخلونا نطغ عليها مجازة نسميها القاعدة الثالثة واللي هي بتنص على أساس أنه حدد التبديلات لعدد N من الأشياء يتكرر فيها شيء محدد N واحد مرة ويتكرر فيها شيء آخر N اثنين مرة وشيء ثالث N ثلاثة مرة حتى K من الأشياء بتكرار N K بمعنى أنه أنا والله يا أخي عندي N من الأشياء هذه الأشياء مثلا ممكن تتكرر في المرة الأولى اثنين اثنين ممكن تتكرر ثلاثة ثلاثة ممكن تتكرر أربعة أربعة فبالتالي دي عدد التكرارات مرة مرة اثنين اثنين ومرة ثلاثة ثلاثة ومرة أربعة أربعة وبالتالي القاعدة اللي بتحكمني هنا إنه والله يا أخي عدد التبديلات ده أنا بحسب كيف بحسب من إنه والله بقول إنه هو عبارة عن المجموع أو الصميشن بتاع مضروب N لكن مضروب N ده مشروط ب مشروط بشنو بعدد التكرارات الممكنة اللي هو من I تسايف واحد إلى K و K اللي هي قلنا عبارة عن شنو عبارة عن الأشياء بتكرار N أو K كبالتالي حيبقى الصميشن بتاع مضروب N من I تسايف واحد إلى K اللي هو حيساوي إلي N باعتبار N مضروب 1 مضروب ل 2 مضروب N 3 إلى M 0 و المضروب N 1 اللي هي داشنو التكرار بتاع الشيء الأول N1 مرة مضروب N2 اللي هو ذات تكرار مضروب N3 إلى مضروب NK اللي هو ذات تكرار من الأشياء المكررة فالقاعدة دي بتسري أيضا على مسألة ما تسمى بالتقسيم أو التوزيع والتقسيم أو قاعدة التقسيم أو التوزيع N2 هنص وبتنص على أساس أن مع وجود الشرط أن التوتل بتاع N من الأشياء اللي هو بيساوي لي مجموعة N صب I من I تسائل واحد إلى K فإن عدد الطرق لتوزيع عدد N من الجسيمات المميزة على عدد J من المستويات بحيث يوضع مع ذلك ن واحد من الجسيمات في المستوى الأول ون اثنين من الجسيمات في المستوى الثاني وهكذا إلى أن نصل إلى الوضع N أو N صب J من الجسيمات في المستوى الأخير J فده لو طبقنا عليه نفس الغاعدة الفوق هنلقى أنه والله يا أخي لمجموعة بتاعت N صب J أو صب I اللي هو حيثاوي لي شنو؟ حيثاوي لي مضروب واللي هي هنا عبارة عن عدد الطرق بتاعت التوزيع بتاعت السهيمات المميزة على مضروب N واحد مضروب في مضروب N اثنين في مضروب إلى مضروب N واللي هو ده شبيه تماما بينين بالغاية التالتة بتاعتنا بتاعت التباديل السابق وممكن نأخذها بصورة عامة اللي هي باعتبار أنه مضروب أو الأوميغا سمول لمجموعة N أو J من الأشياء اللي حساب أو تتكرر N J من التكرارات واللي هي حساب وحساب المضروب بتاع N على الكابيتل باي والكابيتل باي هنا عدد التكرارات الممكنة من A N سا واحد إلى J أو عدد المستويات الممكنة لمضروب N أو J أو N J وعلى اساس أنه نحن نفهم الحاجة دي أكتر خلونا نبدأ بالمستوى الأول فالمستوى الأول نجد أنه عدد الطرق للاختيار هي عبارة عن N واحد من 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 منو من N كابيتل اللي هي التوتل ونضعهم في المستوى دا فبالتالي هتكون الغاعدة بتاعتنا اللي هي الأوميجا واحد هتكون عبارة عن نجي نطبق مباشرة في الغانون هي عبارة عن مضروب N كابيتل اللي هي دي الحاجة بتاعتنا الرئيسية أو الأشياء أني هنأخذ منا N واحد من التكرارات هيكون مضروب N كابيتل على مضروب N واحد هيكون من N واحد دي فضلي شنو هيفضلي N ناقص N واحد من المرات فالتوتل كله N كابيتل وشلنا منها N سمو الواحد فبالتالي هيبقى العلاقة بتاعتنا اللي هي مضروب N كابيتل علاقة مضروب N واحد في مضروب N كابيتل ناقص N واحد ده اللي هي دي التكرارات اللي حنا ملابيها مين حنا ملابيها المستوى الاول لما نجي للمستوى التاني برضو بعد ده العدد بتاعت الطرق بتاعت الاختيار اللي حتكون محكومة بمين بعد الطرق الاختيار N اثنين نحن خصمنا N واحد من العدد الكل N فبالتالي حيكون N اثنين دي مختارة من مين مختارة من N ناقص N واحد فبالتالي بدل N هنا سيكون عندي N ناقص N واحد مضروب N ناقص N واحد بدل N هنا في المقام حيكون عندي بدل N واحد هنا حيكون عندي N او مضروب N او وبدل دي حيكون عندي حيكون ناقص N او حيكون ناقص N او فبالتالي ده شكل العلاقة بالطريقة دي. لما نجي للمستوى التالي اللي هو حيكون عدد الطرق بتاعت الاختيار بتاعتنا اللي هي باعتباره سمعناها و اللي هي دي حتكون مختارة من منه مختارة من ما تبقى ما تبقى هو عبارة عن شنو عبارة عن العدد الكلي مطروح منه عدد طرق الاختيار في المرحلة الاولى والملايينة بها المستوى الاول و عدد طرق الاختيار الملايينة بها في المستوى التالي. فبالتالي هيكون شنو هيكون ان ناقص ان واحد ناقص ان اثنين. فده اللي هو هيكون بدل شنو بدل الان كابيتل او مضروب الان كابيتل. هيكون عندي في المقام بدل ان واحد او ان اثنين هيكون عندي مضروب ان ثلاثة وداخل القوس حيكون ان دي شنو حيكون ان دي ان ناقص ان واحد ناقص ان ثلاثة في المضروف فبالتالي حيكون ده شكل العلاقة النهائية للطرق بتاعت الاختيار بالنسبة للمستوى التالي وحنظل على هذا المنوان الى ان نصل الى مين الى عدد الجسيمات المفروض تختار في الوضع ان سب اي او ان انصب جي واللي هو على المستوى الاخير اللي هو سميناه جي فبالتالي حيصبح العدد الكلي او الصورة النهائية بالنسبة للاختيار اللي حتكون بالطريقة ديه اللي هي لمجموعة بتاعت اللي حيسابي ليشن حيسابي لي لواحد للمستوى الابول واميجا للمستوى التاني واميجا للمستوى التالت الى اواميجا للمستوى جي فبالتالي اللي هي ترجعن الى وين ترجعن الى القاعدة الاخيرة اللي ما احنا خطيناها وقلنا انو والله يا اخي الرمز بتاعنا بتاع الكابيتل بايدة بيدل على مضروب الاعداد بمعنى انو والله يا اخي الكابيتل بايدة للمدروب الا финال من j او 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 with j او من او ا او 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 فهو عبارة عن شنوه ابارة عن مضروب عدد مرات الاختيار للمستوى الأول وعدد مرات الاختيار للمستوى الثاني وهكذا في المضاريب بتاعة هذه المستويات فباستخدام قوانين التبادل بنجد انه والله لعدد من العملات المميزة اللي هي اذا كان فرض ما هو ان عدد الطرق لاختيار عدد من الصور او عدد من الكتابة اذا كان اخترنا انه والله عدد من الصور سميناه ان واحد زي ما اخدنا في المسال الاول في المحاضرة الفاتذ فبالتالي اذا كان شنا عدد من الصور ان واحد من التوتل بتاعنا بتاع عدد العملات فحيفضلينا للكتابة ايه اللي هو ان ناقص ان واحد شناها للصور فبالتالي هيكون اللي حسب ليش مضروب ان على مضروب N1 في مضروب N-N1 فإذا كان رجعنا للجدول الأول بتاعنا حنلقاه إنه متوافق تماما مع القيم بتاعك الأوميغا أو جسمه الأوميغا فأرجع وشوف وقارن الجدول الفات مع أو الجدول بتاع اللي أخذنا فيه المثال في المحاضرة الفاتدة عن الأربع عملات التي كانت متطابقة ومميزة فأستخدم القوانين بتاع التباديل للحصول على الأوميغا في حالة إنك كنت مستهدف الحصول بحالات الحدوث بتاع الحدث صورة أو حالات الحصول على الحدث كتابة فبنجد إنه والله يا أخي كذلك زي ما ذكرنا في نهاية المحاضرة السابقة إنه حنجد بتطبيق القوانين بتاعت التباديل حنجد إنه أو القواعد بتاعت التباديل التلاتة ذكرناها دية حنجد إنه والله عدد الحالات المجهرية للتوزيع بتاعتنا بتحصل متين لما الاحتمالية أو عدد التوزيعات بتاعتنا بتاعت إن واحد تساب إلي إن اتنين واللي هي في النهاية حتساب إلي زي ما قلنا في المحاضرة فاتت إنها هي إن أوفر تو واللي هي دي آآ ما نسميها بالتوزع الأكثر احتمالا التوزع الأكثر احتمالا يعني آآ لما انتجي تشوف الأوميغا سمول غرف كي ماكسيمم حتلقاها زي ما قلنا المرة الفاتت لما كانت شنو الاحتمالية بتاعت حالات حصولها يحدث صورة وحالات حصولها يحدث كتابة كانت متساوية واللي هي كانت بيساوي لي المجموعة الكليا على اتنين و آآ في نهاية هذه المحاضرة آآ كواجد منزلي على الطلاب آآ انو يرجعوا ويتحققوا من آآ جدول الفات ني ما ذكرنا آآ اللي هو جدول بتاعها الأربع عملات نطبق فيه الثلاثة قواعد بتاعاتنا بالأخص القاعدة للتالتة الأخيرة دي آآ على اساس انو نتحصل على الأوميغا آآ سمول أوميغا ودي أخذناه المرة الفاتت لحالات حدوث الحدث آآ صورة فأتحقق منه آآ من القيمة بتاعات آآ آآ سمول أوميغا لتجربة الأربع عملان بيستخدام العلاغة الأخيرة الفايتة دية وشوف إذا كانت الحالات الحصول على العدث صورة أو حالات الحصول على الحدث كتابة باستخدام شنو باستخدام غاعدة التباديل اللي هي الثالثة الزكارنادية أو الموجودة قدامنا دية فأه آآ نتمنى انه آآ تاخدوا هذا الواجب على محمل الجد وتطبقوا فيه المعادلة دية ونشوف ونقارن ونجي نشوف في المحاضرة الجاية بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله